السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة مسموم التعليمين. نبدأ يا اصدقائي هنذكر مع بعض ان شاء الله نشرحهم مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة علشان تقدروا تشرحوا الاولادكم بكل سهولة. لات يا اصدقائي تتابعوا معي لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتشركوا في القناة لو مش مشركين في القناة وتفعلوا زر الجرس على علامة الكل علشان ينصدكم كل فيديو جديد انا بنزلهم. يلا اصدقائي نبدأ درسنا مع بعض. هنبدأ اول حاجة مع بعض. هنا عندي بيقول يعني انشاء اللي هو مخطط التمثيل بالنقاط باستخدام البيانات او باستخدام قياس البيانات. طيب هنا عندي اول الحاجة بيقول يعني قدر بيقول اطوال بسنتيمتر بعد كده بيقول قيس باستخدام المسطرة. هنا بيقول دع صح يعني دع علامة صح. على ايه? معناها مقبول. معناها غير مقبول. هنا زي ما شافين معايا الجدول. هنا عندي الشيء اللي انا حقيسه. بعد كده بيقول يعني التقدير بتاع الطول. احنا اخرنا قبل كده عندي في الدروس السابقة وتعليمنا مع بعض يعني ايه? يعني التقدير. وقلنا عندي التقديري هو اني انا بقدر الشيء بناء على معلوماتي. يعني انا كده تقديري الشيء ده او معلوماتي عن الشيء ده طوله قد ايه? فانا بناء انا على كده بحط عندي بحط الطول. طيب بعد كده بيقول يعني الطول الحقيقي. وانا عندي بجيب الطول الحقيقي ده اللي هو بجيبه عندي باستخدام المسطرة. تمام? يبقى عندي باستخدم عندي عشان اعمل الطول الحقيقي. عشان اطلع الطول الحقيقي بتاعي. بعد كده بيقول يعني مقبول. بعد كده بيقول يعني غير مقبول. ازاي انا باستخدم وباستخدم كمان اول حاجة عندي زي ما شافين معايا ده عندي اللي هو القلم. اول حاجة انا بعمل ايه? بعمل استيميتد لون. انا بقدر الطول. هنا عندي استيميت للطول بتاع البنسل. الالم الرصاص. مسلا هقول ان هو اللينس بتاعه مسلا سافن سنتيميدر. تمام? هكتب هنا عندي سافن سنتيميدر. بعد كده هجيب عندي اللي هي المسطرة. وبعد كده هعمل. حقيسة عندي الالم الرصاص. هنا هلاقي عندي الريال لا ينسي الطول الحقيقي للالم الرصاص. حلقه مسلا عندي سكس سنتيميدر. تمام? يبقى حكتب هنا عندي سكس سنتيميدر. انا في الاول عملت بتاعتي عملتها كان سافن. انا قلت سافن. لما قلتها عندي تمام? طلعت عندي كام? طلعت عندي سكس. يبقى هنا عندي ايه? الطول بتاعي مقبول ولا غير مقبول. عندي سافن والريال عندي عندي كام سكس. يعني هما الاتنين مقاربين لبعض. يبقى هنا عندي هكتب ايه? طيب لنا افترض مسلا انا قلتها عندي سيميدر لنس حوالي كام قلت تان. وجيت مسلا بتاعتي الطول الحقيقة اللي انا استخدمت فيه الرولر. طلع عندي سكس. يبقى هنا عندي دي تان ودي سكس. يبقى هنا عندي فيه فرق اجامل بينهم هما الاتنين ده يعني ده عندي طول غير مقبول. او يعني قياس غير مقبول. يبقى هنا هضر علامة صح. على ايه? اوكي? بعد كده هنا عندي طيب اول حاجة هجيب عندي التقدير. هقول مسلا التقدير بتاعي ان هو كام? هقول مسلا انا عندي اوكي? طيب هجيب عندي المسطرة. وبعد كده هبدأ اعمل ايه? هعمل حقيس. طيب عندي هنا هيطلع كم? هيطلع مسلا انا هنا عندي مش معايا الكتاب علشان كده انا مش بقدر ايس بالمسطرة. لكن حضراتكم معاكم الكتاب ومعاكم كمان المسطرة. فهتقدروا تقيسوا الحاجات دي. تمام? بعد كده هنا عندي زي ما قلت هقول عندي هقول عندي طيب هين عندي وهنا عندي هقول عن هنا عندي ها? هنا عندي هقول يعني الطول بتاعي غير مقبول. تمام? وهكذا مع واقي الامثلة. زي ما قلت ده مراجح على الدمس اللي فات وما يفوش اي حاجة. هنشوف ما بعضة عندي البجل اللي بعدهم. هنا بيقول رانا. دي واحدة اسمها رانا. صديقتنا اسمها رانا. بقول رانا قاسة اطوال بعض الخيوط. يعني هي سجلت يعني ان هي سجلت اطوال في الجدول الاتي. علشان تحدد علشان تحدد الطول اللي هو بيكون عندي اكثر تكرارا. تمام? طيب. زي ما شايفين معايا هنا عندي التيبل ده. هنا في كام? هنا عندي سانتيميدر تن سانتيميدر تن. بعد كده في عندي سافل ناين تن. هنا عندي دي كلها عندي اللينز بتاعة الاطوال. بعض الاطوال او بعض الخيوط اللي هي عندي ايه? اسدها. طيب. بعد كده بيقول يعني مسل البيانات على مخطط التمثيل بالنقاط. بحضة كده جاوب على الاسئلة. زي ما شايفين معايا كده اصدقائي ده قدامكم عندي ده اسمه ايه قلنا? اسمه اللي هو مخطط التمثيل بالنقاط. يعني عندي اول حاجة بدأ بكامل. بدأ من فين? من فايف لفورتين. اوكي? طيب اول حاجة بنعملها ايه? لازم يكون عندي اللي هو العنوان. طيب يلا مع بعض نحط نحط عنوان. هنحط ايه? مسلا هنا هقول يعني اطوال بعض الخيوط. طيب هنا بعد كده معايا الكي المفتاح اكس اكوالز اكوالز كان اكوالز هنا عندي وان. يعني هنكتب عندي اكس اكوالز وان. طيب الخطوة اللي بعد كده اول حاجة عندي هنبدأ هنشوف مع بعضها عندي وبعد كده هنحطها عندي على ايه? اللي هو التمثيل بالنقاط. هنا عندي اول حاجة. هنشوف عندي دي اتكررت كام مرة عندي في التابل اللي منجود. هندور هنا مع بعض على الفايف. متكررة عندي متكررة عندي مرتين. يبقى هنا عندي على الخط. هنحط على متين اكس. تمام? دي طريقة. الطريقة التانية انا عندي ممكن اعمل ايه? اقول عندي اول حاجة. هنا يبقى حط عندي. هحط علامة اكس. فوق الخمسة. طيب بعد كده معايا تين سنتيميدر. دي على خط التمثيل بالنقاط. هنحط علامة اكس. بعد كده كمان جايب هنا عندي تين سنتيميدر. يبقى عندي كمان التين. هحط كمان ايه من فوق? هحط كمان علامة اكس. اللي بعدها عندي سافن سنتيميدر. يبقى على خط التمثيل بالنقاط. شايفين معايا هنا عندي سافن سنتيميدر. هحط عندي من فوق ايه? هحط اكس. بعد كده معايا ناين. هحط كمان فوقيها اكس. بعد كده تين. هحط اكس. هحط كمان من فوق اكس. بعد كده معايا تين سنتيميدر. هحط من فوقيها اكس. ناين سنتيميدر. هحط فوقيها كمان علامة اكس. بعد كده بعد كده تولف. وهكزا عندي. هحط كل القياسات اللي موجودة عندي دي. هحطها فين? على الخط التمثيل بالنقاط. زي ما شايفين قدام حضراتكم بالشكل ده. تمام? بس علشان وقت الفيديو. طبعا دي هي مسال بسيط وسهل ما فوش اي حاجة. طيب هنهلموا بعد عندي الاسئلة. هنا عندي بيقول ايه الاكسر الاطوال تكرارا. زي ما شايفين معانا هنا عندي اكسر حاجة عندي كام? سنتيميدر. طيب هنا عندي هنكتب سرتين. اللي بعد بيقول هنا عندي بيقول ايه اقل طولا هنا عندي اقل حاجة اللي هي كام? سابن. عندي مية كرارة كام مرة وان تايم. مرة واحدة. بيقول رتب الاطوال من الاكبر للاصغر. طيب عدنا نتبهم مع بعض. عندي نامبر ثرتين. اللي بحدي اكتب ثرتين. اللي سايف سافن. تمام? كده احنا عملنا الترتيب عندي من الكبير للصغير. طيب اكتب هنشوف مع بعض عندي اللي بعده. هنا بيقول لك اد ذا بيكتشار انظر لساول. ذا عن كومبليت ذا تابل واكمل الجدول. واكمل كمان اللي هو التمثيل بالنقاط او مخطط يعني التمثيل بالنقاط. زي ما شايفين معايا هنا عندي الاشياء بتاعدي او الحاجات اللي انا حقصها طبعا حضراتكم هتستخدموا هنا عندي المنصرة علشان تيئسوا الاشياء دي. جي ما قلت انا مش معايا الكتاب تمام فانا مش هقدر ايس اخدتوه بالمصدرة. تمام? لكن هتحلوا بنفس الطريقة اللي انا هشرحها. متفقين? طب يلا نشوف ما بعض. هنا عندي دي الاشياء بتاعتي. اول حاجة انا عندي بجيب عندي المصدرة. وببدأ انا اقيس الاشياء دي. اول حاجة عندي هابدأ اقيسه. انا مسلا انا هنا عندي استو لقيتو حوالي سكس سنتيميدر. اوكي? طيب بعد كده معايا اللون الاحمر. انا كمان استو لقيتو سكس سنتيميدر. بعد كده معايا الاستيكا. كمان استهب. ترعت معايا كام? ترعت معايا سري سنتيميدر. بعد كده معايا النيل اللي هو المصمور. هنا عندي استو لقيتو فور سنتيميدر. بعد كده معايا الكليب لقيتو فايف سنتيميدر. بعد كده معايا كمان هنا البين لقيتو فايف سنتيميدر. دي كمان هنا عندي اللي هو الشريت اللي لونه عندي لييته كمان لينتي�ه كمان عندي يعني هينا وعندي كمان للونه كمان لييته عندي بعيدها معايا بعد كده معايا الاENT لقيته عندي كام اوكي بعد كده جايب هنا اللز الطول وبعد كده هنا عندي بعد ما انا استخدمت المصدرين الاشياء اللي قدامي دي. بعد كده معي هعمل ايه? طبعا كل حضراتكم فاكرين التلي ماركس اللي اخدناها قبل كده. اللي هي العلامات التكرارية. اللي هي الشرطة الميلة اللي قلنا عليها قبل كده في الدروس السابقة. طيب هنا معي اول حاجة. عندي اتكرارت كم مرة? هنا عندي اتكرارت مرتين. يبقى احط عندي اتكرارت مرتين. طيب عندي اتكرارت كم مرة? اتكرارت عندي يبقى حط عندي هنا. طيب الفول هنا عندي يبقى حط عندي يبقى حط عندي. طيب عندي اتكرارت كم مرة عندي? يبقى حط هنا عندي. طيب? انتم شigan معي اللي من تحت? احنا عاوزين هنا نحط اول حاجة عندي العنوان يبقى هقول عندي ايه يعني الطول بتاعي الاشياء طيب شايفين معي ايه كمال هنا عندي هنا عندي المخاطر التمثيل بالنقاط بدأ عندي من اتنين لسكس طيب عندي حنحط عندي اللي هو الكيل مفتاح بتاعتنا حنقول طيب هنا عندي عندي يبقى هنا عندي هنحط كام حط طيب سري هنحط كام طيب عندي هنحط كام حنحط الفايف سنتيميدر هنحط سري سنتيميدر هنحط كمان عندي سري اوكي طيب كده احنا خلصنا مع بعضا عندي هنشوف مع بعضا عندي هنا عندي بعنوان المليميدر يعني اصدقائي كلنا عارفين المليميدر احنا درسناه قبل كده طيب هو ايه المليميدر جزء صغير جدا من السنتيميدر وكلنا عارفين السنتيميدر هو ايه السنتيميدر زي ما شايفين حضراتكم قدامكم دي عندي الرولر تمام هنا عندي الرولر فيها عندي ايه الارقام هنا عندي زي ما شايفين معايا في اليونيتس هنا عندي فيه وحدات الوحدات يا اصدقائي اللي بتكون عندي دي طويلة عندي دي اسمها ايه سنتيميدر اما عندي الوحدات اللي بتكون عندي صغيرة خالص بتكون عندي سمول دي عندي اسمها ايه المليميدر شايفين هنا عندي معايا zero بعد كده في عندي ايه عندي small parts عندي اجزاء صغيرة الاجزاء الصغيرة دي هي اللي اسمها ايه مليميدر تمام لو حدينا الاجزاء الصغيرة ديه from zero to one حلقيهم كام حلقيهم عندي 10 حلقيهم كام 10 بمعنى اني one centimeter equals 10 مليميدر one centimeter equals 10 مليميدر complete using the written numbers on the ruler يعني بيقول اكمل باستخدام الارقام المكتوبة على المسطرة هنا بيقول one centimeter equals equals كام مليميدر هنا عندي a centimeter بنرمز له cm اما المليميدر بنرمز له mm اما عندي الميدر اللي هو المتر بنرمز له بم واحدة فقط اوكي طيب هنا one centimeter equals 10 مليميدر طيب two centimeters equals equals كام equals 20 مليميدر كل اللي بنعمله اني احنا عندي بنعمل ايه add only one zero to the number بنضيف zero واحد للرقام to convert from centimeter to millimeter add only one zero to the number عشان نحول من سنتيمتر للمتر لازم نضيف ايه zero واحد للرقام يبقى عندي two centimeters هنحط zero equals 20 مليميدر three centimeters equals 30 مليميدر four centimeters equals 40 مليميدر كل اللي بنعمله اني احنا add only one zero to the number اوكي five centimeters equals 50 مليميدر six centimeters equals 60 مليميدر كل اللي بنعمل ايه يقوم راكمان add only one zero to the number اوكي seven centimeters equals 70 مليميدر eight centimeters equals 80 مليميدر nine centimeters equals 90 مليميدر ten centimeters equals 100 مليميدر هنضيف ايه one zero اوكي يبقى add only one zero to the number اوكي طيب هنشوف ما بعد عندي الباج اللي بعده بعد كده بيقول complete as the example يعني اكمل كالمثال هنا عندي five centimeters equals equals 50 مليميدر ده اصدقائي نفس الامثال اللي احنا اخدناه هحلوهم معاكم كده سريعا وهيسيب لكم الجزء الباقي تحلوهم ورق اوكي هنا عندي six centimeters equals 60 مليميدر nine centimeters equals 90 مليميدر three centimeters equals 30 مليميدر eight centimeters equals 80 مليميدر اوكي يبقى هنا بيقول عندي اني five centimeters equals 50 مليميدر طيب 50 مليميدر equals five centimeters احنا هنا عملنا ايه كل اللي عملناه ان احنا عملنا ايه delete one zero from the numbers حذفنا zero من النمبر بمعنى اني احنا to convert from millimeter to centimeter delete one zero from the number احنا لما بنحول من المليميدر للسنتيمتر بنحذف zero الاول كنا بنعمل ايه convert from centimeter to millimeters كنا بنعمل ايه كنا بنعمل add add only one zero to the number بنضيف zero للرقم هنا بنعمل عندي العكس بنعمل ايه delete لما بنحول من المليميدر للسنتيمتر كل اللي بنعمله ان احنا بنحذف zero طيب هنا عندي ايه بقى مثلة بيقول 70 مليميدر equals هنشيل عندي هنعمل delete هنحذف عندي zero هتبقى كام seven هنا عندي 90 مليميدر equals هنعمل delete هنحذف عندي zero هتبقى 9 هنا عندي 130 مليميدر equals هنشيل zero هتبقى 13 250 مليميدر equals هنحذف عندي zero هتبقى كام 25 بعد كده معايا 60 مليميدر هنعمل ايه delete للزيرو هتبقى كام six سنتيمتر بعد كده معايا 10 مليميدر هنشيل عندي هنعمل delete للزيرو هتبقى one سنتيمتر اوكي وهكذا مع باقي الامثالة ده يا اصدقائي كان شرح المليميدر يرب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو تشتكوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد